المزيد حول تلك فاعليات في سياق التقرير التالي النظور في الرابع تتحول إلى ثمار في الخريف والحصاد الوافر هو بمثابة مكافأة للعمل الجاد بهذه الكلمات بدأ رئيس الصيني شيجين بنجا الجلسة الافتاحية لممتدأ التعاون الصيني الإفريقي في دورة الرابعة والتي حضرها زعاماء وقادة ورؤساء حكومات الدول الإفريقية مؤكدا أن الصباقة الصينية الإفريقية تجاوزت الزمان والمكان والمساحة الجغرافية وتتوارث جيلا بعد جيل تمر العلاقات الصينية الإفريقية بأفضل مراحلها في التاريخ بعدما يقرب من سبعة عقود من الجهود واستشرافا للمستقبل أقترح أن نرتقي بالعلاقات الثنائية بين الصين وجميع الدول الإفريقية التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية وأن نرتقي بالعلاقات ككل بأكد رئيس الصيني أن تأسيس منتدى التعاون الصين الإفريقي منذ عام 2000 الأمر الذي اكتسب أهمية بالغة كمعلمنا في تاريخ تطور العلاقات بين الصين وإفريقيا على ذدار 24 عاما إن السعي المشترك للصين وإفريقيا وراء حلم التحديث سيثير موجة التحديث في دول الجنوب العالمي ويسجل صفحة جديدة لبناء المستقبل علينا أن نعمل معا على دفع التحديث الذي يتسيم بالعدالة والإنصاف ويتطلب تعزيز الجهود المشتركة وخلال مشاركة صحفيين الأفريقى في فعليات منتدى التعاون الصيني الأفريقية أكدوا على أهمية هذه الشراكة بين الصين وإفريقيا والتي من الممكن أن تقود ثورة جديدة في مجال الطاقة المتجددة ومجالات التنمية المختلفة منتدى هو فرصة جيدة على الأقادة الأفريقى وعلى دول الأفريقية وعلى القارة الصمراء أيضا أن تحاول النهوض من جديد عبر هذا المنتدى وعبر العلاقات الصينية الأفريقية والتي أرى أن فيها العديد وكثير من الفرص المتاحة والجاهزة للاستغلالها تسفر هذه الجلسة عن جملة من القرارات التي تصد في صميم تنمية تنمية القارة ومصالح الصينية في القارة ومصالح الصينية في القارة ومصالح الصينية في القارة وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن فخمة رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كلمة خلال الجلسة رفيعة المستوى الثانية تحت عنوان التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء والتي أكد فيها على أن هذا الاجتماع يأتي في سياق عالمي يموج بالأزمات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية على كفة الأصعدة وهو ما يحتم تبني توجه مختلف أكثر عدالة وإنصافا يراعي التحولات الدولية والاحتياجات التنموية المتزايدة لدول الجنوب وعلى الأخص القارة الإفريقية في إطار من تجديد الالتزام الدولي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة اجتمع قادة ووزعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية مرة أخرى بقصر الشعب الرئاسي بالعاصمة الصينية بكين بعد حوالي أكثر من ثلاثة أعوام على انطلاق الاجتماع الوزري لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي بالعاصمة السرغالية دكتار في محاولة لاستشراف أطر التعاون والتنمية وتوطيض العلاقات بين الصين ودول الجنوب لتحقيق التنمية والتعاون والتكامل والمنفعة المتبادلة وتقاسم الفرص بما يضمن مستقبلا أفضلا للجميع من قصر الشعب الرئاسي بالعاصمة الصينية بكين أحمد سعد الدين للتلفزيون المصري